شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العلي العظيم تحدثنا فيما مضى حول طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى في هذه النشأة وقلنا إن هناك فئة تعتبر طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى في هذه النشأة نوعا من الضلال والانحراف بل إن هذه الفئة ترى أن هذه القضية تمثل الحد الفاصل بين الإيمان والشرك إذا ذهب شخص إلى قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقال يا نبي الله اشفع لنا عند الله بمجرد أن ينطق بهذه الكلمات فقد خرج من دائرة الإيمان وانتقل إلى دائرة الشرك ولعل بعضهم يقولون إنه يحل قتاله وقتله بمجرد النطق بهذه الكلمات شبهات هذا مشرك والمشرك دمه مهدور ما هي الشبهات التي يستندون إليها في هذه المقولة هنالك عدة شبهات الشبهة الأولى طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى يمثل نوعاً من أنواع الشرك العبادي وقد تناولنا هذه الشبهة فيما مضى الشبهة الثانية التي يطرحونها أن طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى تشبهن بعبدة الأوثان عباد الأوثان ماذا كان عملهم وماذا كان منطقهم الله تعالى يشير إلى ذلك ويقول تققوا في هذه الآية الكريمة وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَئِهِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ أَلَا يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضَاً أَلَا يَقُولُونَ هذه الشبهة الثانية نجيب عليها بجوابين الجواب الأول هو الجواب النقضي والجواب الثاني هو الجواب الحل الجواب الأول هو الجواب النقضي إذا هذا يُعتبر شركاً فأنتم أيضاً مشركون لأن أنتم أيضاً تقولون هَؤُلَئِهِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ مُحَمَّدْ إِبْنُ عَبْدِ الْوَحَابِ في كلمة له تبعاً لِبْنِ تَيْمِيَّهِ يقول وَثَبَتَتِ الشَّفَاعَةُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَطْفَالِ يعني شنو؟ يعني محمد ابن عبد الوهاب يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله في كتاب الهداية السنية الرسالة الثانية صفحة 42 يعني مجرد تغيير في اللافظ هذا يغير من الواقع شيئاً في مكان آخر يقول إن الشفاعة حق في الآخرة حق مباطل وَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْإِيمَانُ بِشَفَاعَتِهِ يعني شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بَلْ وَغَيْرِهِ مِنَ الشْفَاعَ ما هو معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإذا كانت الكلمة هذه شركاً فهذه الكلمات الجواب الثانية الجواب الثاني هو الجواب الحلي طبعاً على نحو الإجمال الشديد الجواب الحلي هُنالك فرق بين من يُمَلَّك ومن لا يُمَلَّك الفرق فيما بينهما جوهري وواقعي نمثل لكم بمثال من الفقه مثال واضح جداً ما هو الفرق بين بَيْعِ الْوَكِيلِ وَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ انتو عدكم وكيل في السوق في معاملاتكم التجارية وَكَّلْتُمُوهُ وَكَالًا مُطْلَقَ أو مُقَيَّد هَذَا وَكِيلٌ عَنْكُمْ هَذَي امْتِدَادِ لَكُمْ قَوْلُهُ قَوْلُكُمْ عَمَلُهُ عَمَلُكُمْ وَوْجُودْ كَمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ وَوْجُودْ اِعْتِبَارِ لَكُمْ وَهُنَالِكْ رَجُلٌ فُضُولِيٌّ بِالْمُصْطَلَحِ الْفِقْهِ هَذَا بَاعَ بِضَاعَةً لَكُمْ وَالْفُضُولِي بَاعَ بِضَاعَةً أُخْرَى ما هو الحكم؟ بَيْعُ الْوَكِيلُ نَافِذُ وَبَيْعُ الْفُضُولِيَّ مَوْقُوفُ من الناحية الفقهية ما الفرق فيما بينهما؟ المظهر واحد هذا قال بِعْتُو وذاك قال بِعْتُو الفرق فيما بينهما أن الوكيلاء مُلِّكَ المالك مَلَّكَهُ الْبَيْعَ والفضولي المالك ما مَلَّكَهُ الْبَيْعُ فَبَيْعُ هَذَا نَافِذُ وَبَيْعُ الْفُضُولِيَّ مَوْقُوفُ الله تعالى بِعْتِرَافِكُمْ مَلَّكَ النَّبِيَّ الْأَعْظَمُ وَأَوْلِيَاءَهُ الْكِرَامَ الشَّفَاعَ أنتم لا تنكرون الشفاعة أنتم لا تنكرون تمليك الله مقام الشفاعة لخاتم الأنبياء ولأوليائه العظام ولكن الأوثان الله ما مَلَّكَهَ مَقَامَ الشَّفَاعَ فالفرق كبير عندما عباد الأوثان كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله ما جعل للأوثان مقام الشفاعة فكان عملهم ضلالاً وانحرافاً ولكن الله تعالى مَلَّكَ النَّبِيَّ الْأَعْظَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَقَامَ الشَّفَاعَ فإذا قلنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا يكون ضلالاً ولا يكون انحرافاً ولا يكون عملنا شبيهاً في جوهره بعمل عباد الأوثان هؤلاء التي نقولها إشارة إلى من مُلِّكَ مَقَامَ الشَّفَاعَ عباد الأوثان عندما يشيرون إلى أوثانهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إشارة إلى من لم يُمَلَّكَ مَقَامَ الشَّفَاعَ الفرق بينهما كبير وواضح فهذه الشبهة الثانية أيضاً غير قابلة للقبول الشبهة الثالثة إن طلب الشفاعة من الأولياء دعاء لمن سوى الله تعالى وَدُعَاءُ مَنْ سِوَى اللَّهِ مَنْ هِيٌّ عَانِهِ الله تعالى يقول فَلَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَكَيْفَ تَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءَ أَوَّلِيًّا مِنَ الْأَوْلِيَاءَ هَلْ هَذِهِ الشُّبْهَ قَابِلَةٌ لِلْقَبُولِ ما معنى لا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مُطْلَقُ الدْعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ هِيٌّ عَانِهِ أي واحد دعى غَيْرَ اللَّهِ كافر، مشرك، ظال إذن أكثر الناس في العالم، أكثر المسلمين ظالون طبق هذا المنطق البشر بعضه يحتاج إلى البعض الآخر البشر كائن اجتماعي كائنات اجتماعية بعض أفراد البشر يحتاج إلى البعض الآخر لا يستغني أحدهم عن دعاء الآخر ومعونة الآخر فإذا واحد من البشر دعى واحد ثاني هذا الظلال، هذا انحراف إذا التلميذ نادى المعلم أيها المعلم علمني هاي المسألة الرياضية فلا تدعو مع الله أحدا هذا شلون يدعو المعلم؟ إذن هذا كافر، إذن هذا مشرك، إذن هذا ظال، هذا منطق أولادكم، ألا يدعون أساتذتهم؟ أيها المعلم، وضح لهذه المعادلة العلمية إذا واحد تمرض، لا يدعو الطبيب إذن دعا مع الله أحدا، هذا هو المنهي عنا في هذه الآية الكريمة فلا تدعو مع الله أحدا كل القضية تكمن في كلمة معا فلا تدعو مع الله أحدا المعيّة المعيّة يعني أن يكون شيئان أحدهما في عرض الآخر مساويا للآخر هذا معنى المعيّة المعيّة الكفار لاحظوا الآية الكريمة الآية تقول إذن نسويكم برب العالمين تسويه أكو نظرية في الحكمة اليونانية ما يقال له الحكمة نظرية أرباب الأنواع أرباب رب 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 الماء هذا الرب في عرض الله تعالى يعني مساوي لله تعالى يملك شأن من شؤون الربوبية رب الماء كان عندهم رب الطعام رب النار رب المطبخ لاحظوا ماذا كان يقول بعض اليونانيين في العهود القديمة المشركين هذا كان منطقهم إذن نسويكم برب العالمين أرباب مع الله تعالى لاحظوا هذه الآيات المباركات الله تعالى يقول الذين يجعلون مع الله إلها آخر معه كلمة المعي هؤلاء الذين يقولون يا نبي الله إشفع لنا عند الله لا يجعلون النبي ربا مع الله النبي صلى الله عليه وآله عبد مكرم وَلَا يَعْتَبِرُهُ أَحَدٌ رَبًّا وَلَا يَعْتَبِرُهُ أَحَدٌ رَبًّا لاحظوا التركيز على كلمة المعي ومعه في آية أخرى الله تعالى يقول أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمْ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أَخْرَى في آية أخرى الله تعالى يقول أَمْ لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ مُغَايِّرُ لِلَّهِ تعَالَى سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ في آية أخرى إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ الكفار ما كانوا يقبلون هذه الكلمة أول كلمة قالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قولوا لا إله إلا الله تُفْلِحُوا قالوا أَجَعَلَ في هذا المورد أو في مورد آخر أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ بِتَعَدُّدِ الْآلِهِ وَبِتَعَدُّدِ الْأَرْبَابِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ في آية أخرى الله تعالى يقول إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَلَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تَرْكِيزْ عَلَى كَلِمَةِ الْمَعِيِّةِ وهذه المعية لا نجدها في أحد القضية لا تختص بشعة أهل البيت جميع المسلمين من أكثر من ألف عام إلى هذا اليوم كلهم يذهبون إلى مراقد الأولياء إلا فئة شاذة نادرة طارئة كلهم يذهبون في كل مكان في إيران مراقد الأولياء كثيرة في العراق في سوريا في القاهرة في أذربايجان في الأردن في بقية النقاط في بقية المناطق المسلمون يذهبون إلى هذه المراقب ويتوسلون بأولياء الله تعالى ويعتبرونهم شفعاء عند الله بإذن الله بتمليك الله ماكو واحد يعتبر أن هؤلاء أرباب من دون الله أو أرباب مع الله تعالى الشبهة الرابعة إن الشفاعة حق مختص بالله تعالى لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا فكيف تطلبون من غير الله تعالى ما هو حق مختص بالله تعالى الجواب اتضح مما تقد الشفاعة حق مختص بالله تعالى ولكن المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى ملك هذه الشفاعة لأوليائه الكرام لاحظوا هذه الآية الكريمة التي تقول كُلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا إِلَّا يعني شنو؟ إِلَّا كَلَمَةَ اسْتِطْنَاءَ هَلْ يَمْلِكُ أَحَدْ مُجَرَّدْ تَنظير حق الطلاق غير الزوج لا لا يملك أحد هذا الحق ولكن هل للزوج أن يجعل أحدا وكيلا عنه في ذلك ما بمشكل ملكه حق الطلاق بمعنى الوكال ما في معنى إلا استثناء إلا من شهد بالحق فمن شهد بالحق يملك الشفاعة الشبهة الأخيرة طلب الشفاعة من الأولياء عمل لغو لا تترتب عليه أية فائدة لأن هؤلاء ماتوا انتهوا فطلب الشفاعة منهم كطلب الشفاعة من هذا الجدار هذه الشبهة أيضا شبهة واهية نحن نجيب بهذا الجواب على سبيل الترتب الذين يذهبون إلى الأولياء لا يخاطبون أبدانهم الفانية طبعا هذا الجواب على سبيل الترتب وإنما يخاطبون أرواحهم الباقية الروح باقية ولها ارتباط بهذا العالم بنحو من أنحاء الارتباط فالخطاب هذه الأرواح لا يعتبر لغوة ولا يعتبر عملا لا فائدة فيه لاحظوا هذه الرواية الرواية مذكورة في صحيح البخاري وقد أشرنا إلى هذه الرواية فيما مضى في صحيح البخاري المجلد الأول من هذه الطبعة صفحة ثلاثمية وستعش رقم الحديث ألف وثلاثمية وثمانية وثلاثين عنوان الباب باب أو باب الميت يسمع خفقا نعال عن النبي صلى الله عليه وآله قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرعا نعاله الميت يسمع قرعا نعال في صحيح البخاري ورسول الله لا يسمع من يناديه هذه مفارقة في صحيح البخاري من هذه الطبعة المجلد الثالث الحديث الحديث رقم تلاثة الاف وتسعمية وستة وسبعين وعنوان الباب باب قتل أبي جهل يذكر في حديث طويل إن نبي الله صلى الله عليه وآله أمر يوم بادر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش هؤلاء القتل إلى أن يقول حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله ما متندمين إذا كنتم تطيعون الله ما كنتم تنتهون إلى هذه العاقبة فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال الراوي فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ظلماتوا راحوا تحولوا إلى جمادات كيف تخاطبهم يا نبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله مني والذي نفسه محمد بيده صلى الله عليه وآله ما أنتم بأسمع لما أقول منه يعني يسمعون مثل ما تسمعون أبو جهل يسمع والنبي الأعظم لا يسمع هذا منطق حقيقة هذا مو كتاب الكافي هذا صحيح البخاري الرواية الأخرى أيضا رقم الحديث 3980 عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وآله على قليب بادر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول ثم يأول هذه الرواية تأويلا باردا نحن ما نعرف اللغة العربية ما تعرفون اللغة العربية قال فذكر ذلك لفلان امرأة يذكرها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وآله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحال الآن افتهموا النبي طبق هذه الرواية يقول إنهم الآن يسمعون ما أقول النبي دعا يخاطبهم وهذه المرأة تقول لا مو معنات هذا معنات الآن افتهموا أن كلامي حق عندما كنت أكلمهم في حال حياته هكذا تؤول الألفاظ إذا نفتح باب هشك التأويلات إذن يمكن تأويل كل وقلنا فيما مضى إن مئات الملايين من المسلمين في كل يوم يخاطبون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقولون له السلام عليك أيها النبي كاف الخطاء هل تخاطبون جمادا لا يشعر بناء على ذلك هذه الشبهات التي طرحتها هذه الفئة هذه شبهات لا تعتمد على قاعدة علمية متينة وتلخص من كل هذا البحث أن طلب الشفاعة من أولياء الله سبحانه وتعالى الَّذِينَ خَوَّلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَقَامَ الشَّفَاعَةِ بِإِذْنِهِ وَبِأَمْرِهِ هَذَا عَمَلٌ لَا يُوْجَدُ فِيهِ أَيُّ إِشْكَالِ وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرِ مَحْبُوب وَمَطُلُوب عَنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الملايين من المسلمين مئات الملايين كانوا وإلى اليوم عندما تعرض عليهم مشكلة يقعون في مأزق يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أوليائه لا باعتبار أنهم أرباب وإنما باعتبار أنهم شفعاء إلى الله تعالى أنقل لكم قضيتين وأختموا بهما الموضوع القضية الأولى تنقل عن المرجع الشهير السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه توفي قبل حوالي لعله أكثر من عشرة أعوام هذه القضية تنقل عنه في أيام شبابه ذهب إلى حج بيت الله الحرام مع قافله السائق عندما دخل في أراضي الجزيرة العربية ظل الطريق لعل هذه القضية تعود إلى ما قابل ستين عام في هذه الصحاري الشاسعة ظل الطريق وَأَخَذَ السائق يضرب يمينا وشمالا دون أن يعثر على أثر من الجد وأخذ يسير ويسير ويسير إلى أن نفد الوقود وقود ما كان بعض السيارة توقفت الركاب نزلوا من السيارة في صحراء وكلما تلفتوا يمين وشمال ماكو أثر لا من دابة ولا من جادة ولا من بشر أيشي ماكو صحراء مضت فترة الماء نفت الطعام نفت وأخذ الأمل في النجاة يضعف تدريجيا بعد ماكو أمان الأفراد بعضهم انكمشوا على أنفسهم بعضهم بعدما استمرت الفترة أخذ يحفر لنفسه قبرا بالمقدار الممكن حتى في اللحظات الأخيرة يروح ينام في القبر ويموت في قبر الحالة جدا حالة مرعبة واحد يصف الموت أو يرى الموت كلش فرق كبير فيما بينهما السيد يقول أما أنا فقد كنت أبحث عن نافذة للنجاة هذه قضية مهمة واحد في أحلك الظروف في أشد المشكلات يبحث عن نافذة النجاة إحنا عدنا في دعاء كميل حتى إذا الفرد ألقي في نار جهنم يجب أن لا يفقد أمله برحمة الله تعالى نقرأ في دعاء كميل لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآم حتى في جهنم واحد يكون والعياذ بالله إذا ألقي في جهنم يجب أن يكون عند أمل برحمة الله هذه قضية الأمل جدا مهمة الأفراد بسرعة يفقدون الأمل ما يمكن حتى إذا واحد الأطباء قال له لبكرة تموت وما كه أمان يجب أن لا يفقد أملا لأن إرادة الله تعالى فوق كل شيء يقول أنا كنت أفكر في نافذ للنجاة وخطر ببالي أن أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببركة جعفر الطيار أخ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه المدفون في الأردن الآن قبر في الأردن ويزار ويطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء الحاجات عند قبر يقول فذهبت بعيد حتى واحد لا يشغلني وأخذت أصلي صلاة جعفر الطيار طبعاً هذه صلاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي علمها لجعفر الطيار وهذه الصلاة وارد في كتب الشيعة وفي كتب الآخرين أيضاً ببركة جعفر وببركة صلاة جعفر يقول أنا كنت على وشك الانتهاء وإذا بشخص يناديني يا فلان أسرع يقول فالتفت بعدما أنهيت صلاتي التفت وإذا كل الركاب جلسوا في السيارة والسيارة مهيئة للانطلاق فجئت رأيت كلهم قاعدين في مكانهم قلت له ما الذي حدث والسيارة التي نفد وقودها البنزين كان منتهي جاهزة للانطلاق قلت ما الذي حدث قالوا إن فارساً جاء وأطعمنا وأروانا وقال هذه هي الطريق مكة المكرمة ثم قال لنا لا تنسوا السيئة فناديناك حتى تلتحق ونذه من كان هذا الفارس المنقذ لعله كان بقية الله في أرضه الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجا هناك قضية أخرى القضية مطولة قضية الشيخ حبيب الله القل بايقاني لا أريد أن أذكر القضية الآن حينما مرض والتجأ إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفجأة رأى نفسه في عالم آخر مو في عالم المنام في عالم اليقظة لكن تغير في العالم نقل من عالم إلى عالم آخر وإذا به جالس بجنب الإمام الرضا صلوات الله عليه الإمام الرضا أعطاه طاقة ورد يقول أخذت هذه الطاقة بيدي ثم فجأة شعرت بأني انتقلت من العالم الجديد إلى عالم القديم في عالم اليقظة الوردة لم يكن في العالم الجديد على أثر هذه القضية عندما انتقلت إلى العالم الجديد شعرت أن لا يوجد أثر لألم ولا لمرض كان في المستشفى وساءت حالته شاهدي في هذه الكلمة أنه بعد هذه القضية يده تحولت إلى الشفاء أي واحد كان يتمرض كان يروح عنده كان يضع يده على مكان الألم فكان يشفى بإذن الله هذا مجمل القضية تفصيلها إن شاء الله نذكره في مكان آخر أنا رأيت قبل فترة أحد الشيوخ المعمرين الطاعنين في العمر في مشهد المشرفة نقل لهذه القضية قال أنا كنت أعاني آلام في رجلي في أيام شبابي وكلما راجعت الأطباء العلاج ما فات العلاج مو بيد الطبيب هذا القرص الذي يعطيه الطبيب يستأذن الله تعالى في شفاء المريض إذا الله مائذان لا يشفى ربما الطبيب مائلة تقصير في القضية يقول كلما ذهبت إلى الأطباء لم يؤثر أكون مثل هؤلاء الأفراد الآن الدنيا لا تخلو عادة من أولياء الله سبحانه لكن واحد يجب أن يبحث عنه أكو الآن واحد يده شفاء عادة الكرة الأرضية لا تخلو لكن ابحث عنه يقول أظن نقل أنه ستة أشهر كنت أراجع الأطباء بلا جدوى في يوم الأيام نقل أن الشيخ حبيب الله القل يقال يده شفاء فذهبت إليه ورأيته وشكوت له حالتي فوضع يده على مكان الألم وقرأ هذا الدعاء لعلي أقرأه بالمضمون لأنه حدثني بها بالقضية منذ أمد بعيد قال بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك الضر من هو مالك الضر الله تعالى يا مالك الضر اكشف عنه الضر وحوله يعني الضر إلى من يعبد إلها غيرك يا إله العالم هذه اليد التي وضعها وهذه الكلمات التي نطق بها كان فيها بإذن الله سبحانه وتعالى شفاء هذه هذه القضايا إذا نقول بعشرات الألوف إذا نقول بمئات الألوف لا نبالغ في ذلك الذين لجأوا إلى أولياء الله سبحانه وتعالى رأوا التأثير ورأوا الإجابة ورأوا أن استشفاعهم بأولياء الله سبحانه وتعالى أسر أسر نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر